بعد اتفاق هزيل لا يستند على مقاومات حقيقية تعود ميليشيات الحشد مرة أخرى إلى التحرش بمحوط السفارة الأمريكية بعدة صواريخ من دون تسجيل خسائر وبهذا الحدث يعلن زعيم ميليشيا العصاب قيس الخزع لانتهاء ما سماها الهدنة مع أمريكا ويعني بالهدنة الهدوء التام للميليشيات بعد تهديد أمريكي باستخدام القوة المفرطة حال تكرر استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد وقتها حتى إيران أحست بجدية أمريكا فأدانت استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق يبرر الخزع لي القصف الجديد بأن أمريكا لم تنسحب بشكل كامل من العراق واكتفت بقرار تخفيض عدد قواتها إلى 2500 جندي وما وصفها الخزع لي بالهدنة يقر بأن زميله ورفيق دربه هادي العامري زعيم ميليشيا بدر كان عرابها أي هو الذي بدأ يتوسل الوسطاء ليعقدوها مع أمريكا وما رد ذلك إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أرسل إنذارا شديدا لهجة قبل أشهر إلى كل من لا يدين الهجمات على سفارة بلاده وعلى إثرها ظل العامري متخفيا مدة طويلة صوت ميليشيوي آخر يعقب على الهجمات الأخيرة المتحدث باسم ميليشيا سيد شهداء كاظم الفرطوسي يصف قصف السفارة الأمريكية بأنها رسالة مدروسة بدقة عالية وعلى القوات الأمريكية أن تعي أن المهلة لا تستمر إلى الأبد ولتفسير أسباب الهجمات الجديدة بعد الهدوء لا بد من رصد المواقف الإيرانية التي تفسر سلوك الميليشيات تصريح جديد لقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يبين فيه أن إيران ستدافع عن مصالحها دون التقييد بمنطقة جغرافية وبالتالي فإن الاستهداف الأخير للسفارة الأمريكية هو جزء من استراتيجية الدفاع عن مصلحة إيران ولا علاقة له بالموقف من الاحتلال الأمريكي شكرا